أن شأن المؤمن الاستفادة من الفراغ في طاعة الله فليس عند المؤمن وقتٌ ضائع بل هو مشغولٌ بما يُصلِح دنياه وما ينفع جسده وأكرم من ذلك مشغولٌ بما يعمُر به آخرته وإذا وجد وقتًا زائدًا فإنه يغتنِمه في التقرُّب إلى الله وسُؤال الله فيا أيها المؤمن كيف تقول عندي وقت فراغٍ أشعر فيه بالملل سبحان الله عندك القرآن اقرأ كلام ربك عندك ذكر الله اذكر ربك عندك السعي في مصالح المسلمين وما يُسمُّونه اليوم بالعمل التطوُّعي العمل التطوُّعي الذي يعرفه الناس اليوم جاء به الإسلام السعي في مصالح المسلمين وفي نفع المسلمين من أعظم القُرُّبات ومن أعظم ما يُتقرَّب به إلى الله سبحانه وتعالى واليوم قد تسعى في نفع المسلمين وأنت في بيتك تأتي لمحاضرة لعالم أو درس لشيخ وتُقَطِّع مقاطع يسيرة فيها عبر وفيها فوائد وأن جالس في البيت ثم تنشر هذا وتُطلِقُه وتبُثُّه بين الناس الله أكبر كم في هذا من نفع بل هذا أعظم النفع وكم يحصُل للناس من خير يا إخوة لا تحقِرنَّ من هذا المعروف شيئاً والله يا إخوة إن أناساً قد رجعوا من الضلالة الكبرى إلى الإسلام والهدى والاستقامة بمقطعٍ يسير والله لو حدَّدتكم بما يُحدِّثني به الناس مما حصل لهم من أثرٍ بسبب مقاطع يسيرة لتعجَّبتم من ذلك عجباً شديداً عندك وقت اشتغل في مثل هذا احرِص على نفعي الناس ولذلك يا إخوة الفراغُ بالنسبة لغير المؤمنين ملل وبالنسبة للصالحين عمل نعمة الفراغُ نعمةٌ مغبونٌ فيها كثيرٌ من الناس لكن المؤمناء يجعلها نعمة ويغتنمها اشتغل فيها كثيرٌ من الناس اشتغل فيها كثيرٌ من الناس